بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم على اربع رموز لو شفناهم في المنام او اربع رؤى لو شفناهم نعرف ان ان شاء الله في تحقيق الامنية كانت الامنية دي بالنسبة انك كانت غالية او كانت صعبة او اه هنحققها يمكن بعد دعب او بعد اه مشقة. اه اول رمز معينا النهاردة لما يشوف الرأي رؤية اه صعود الجبل. اما يشوف الرأي انه هو اه بيسعد الجبل في المنام اه اولا من الرموز اللي بتدل على سعيه وعلى اه على ان الرأي بيسعى بعزمه وبجهده اه بمشقة لبلوغ هدف او بلوغ امنية. اه كمان من الرموز اللي ممكن دل على ان هو بيبزل مجهود كبير عشان يوصل لحاجة هو اه بيتمناها. اه لما يشوف انه خلاص وصل للقمة او انه خلاص وصل لاعلى مكان اه في الجبل. اه فمن الرموز اللي بتدل على بلوغه الهدف ده او بلوغه الا الامنية دي. اه كمان لما يشوف اللي رأي انه هو اه يعني بيسعد الجبل وان معاه حد بيساعده او ان لقى ان الطريق فجأة بقى اه سهل. فاولا بيدل على دعم. اه هيتلقى الرأي من اه شخص اه مقرب او اه يعني هيحاول انه يسهل الطريق عليه او حاولي ان هو يسهل اه يسهله الطريق في ان هو يوصل له هدفه او يوصل له اه تحقيق امنيته. اما لو شاف انه كانت فيه صعوبة اه في الصعود او ان هو كان لوحده فده اه شوية بيدل على ان هو هيبدل مجهود كبير عشان يقدر يوصل اه للحاجة اللي هو اه بيتمنها او لتحقيق الامنية دي. كمان لما يشوف نفسه انه هو فوق الجبل على طول يعني ما شافش انه هو صعاد شاف انه هو فوق القمة على طول فده تحقيق برضو لي اه امنية. كمان صعود الجبل بش بس تحقيق اه امنية يمكن بعد اه اه جهد او بعد اه اه محاولة من الرأي. لا الكمان صعود الجبل ممكن دل على انتهاء مشكلة او انتهاء اه خلافات. اه كمان اه من الرموز اللي بتدل على اه منصب ومكانة اه هيحصل عليها الرأي برضو بعد عمله وبعد اه جهده. الرمز اللي التاني معانا نهاردة هو رؤية الطماطم. اه رؤية الطماطم برضو من الرموز اللي يمكن شوية. الناس ما تعرفش انه هو اه ممكن دل على اه تحقيق اه امنية. كمان اه مش بس تحقيق امنية. اه اولا رؤية الطماطم الحامرة اه في المنام. اه من الرموز اللي بتدل على تيسير في امور اللي رائي على اه نجاح على بركة وخير اه هيتحصل له. اه كمان ما يشوف الرأي العصير بتاع الطماطم. عصير الطماطم ده فرحة قوي اه سرور وسعادة. كمان انتهاء مشاكل او انتهاء خلافات اه يمكن بين الاهل او بين الاصدقاء. كمان لما يشوف الرأي ان هو بيوزع طماطم اه في المنام على الناس. فدي من الرموز اللي بتدل على الزواج وكمان لو كان الرأي غير متزوج. كمان بتدل على الزرية لو كان الرأي اه اه متزوج. كمان اكل الطماطم اه في المنام برضو من الرموز المبشرة اه اه بتحقيق منفعة للرأي وكمان بقدوم رزق وبقدوم أموال برضو لما يشوف الرأي إنه هو سواء بيزرع التماطم أو بيجني يعني بيحصد التماطم فكل دي أرزاق وأموال هو هيحصل عليها الرمض الثالث معنا النهاردة وهو رؤية المسجد الأقصى رؤية المسجد الأقصى أو رؤية الصلاة في المسجد الأقصى برضو من الرموز اللي بتدل على استجابة دعوة كانت شوية صعبة بش بس برضو استجابة دعوة رؤية المسجد الأقصى للفتاة العزباء من الرموز اللي بتدل على زواجها وزواجها من شخص صالح ومن شخص مايسور كمان لما تشوف إن هي راحت المسجد الأقصى أو إسلهاب للمسجد الأقصى ده تحقيق أمنية وتحقيق أمنية كانت بعيدة أو كانت صعبة عليها كمان رؤية المسجد الأقصى برضو من الرموز اللي بتدل على عصولها على أموال كمان الجلوس في المسجد الأقصى دي من الرموز برضو اللي بتدل على سفر المرأة المتزوجة لما تشوف المسجد الأقصى دي بشارة لها بالحمل كمان بشارة لها بتجاوز محنة بتجاوز صعوبات تفحياتها بشكل عام كمان رؤية المسجد الأقصى والدخول والصلاة فيه أو الوضوء فيه كل دي من الرموز اللي بتدل على قرب الرأي من الله سبحانه وتعالى وعلى توبة وعلى هداية كمان على خلاص من أصدقاء سوء خلاص من مشاكل خلاص من هموم لو كان عنده أزمة مالية فبشارة لي بسداد دينه كمان من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على أرزاء وأرزاء من مصدر حلال الرمز الرابع معنا النهاردة وهو رؤية الكعبة المشرفة رؤية الكعبة المشرفة من الرموز برضو اللي بتدل على تحقيق أمنية تحقيق هدف الرأي كان دايما بيسعى إن هو يحققها مش بس برضو يعني بتدل على تحقيق هدف بس ولكن رؤية الكعبة من الرموز اللي بتدل على زواج لو كان الرأي غير متزوج كمان دخول الكعبة برضو من الرموز اللي بتدل على زواج هم وعلى انفراضة في حياة الرأي كمان على حل خلافات او نزاعات كانت موجودة في حياة الرأي يمكن مع اهله او مع الاصدقاء كمان لما يشوف ان هو بيبكي امام الكعبة فدي من الرموزه بدل على مغفرة مغفرة لزنب او مغفرة لزنوب كان بيعملها الرأي كمان الدخول الكعبة برضو من الرموز المبشرة زي ما قلنا بتحقيق امنية كمان من الرموز اللي بتدل على علو شأن للرأي وعلى منظب هو هيحصل عليه وعلى مكانة مرموقة ليه بين الناس كمان رؤية الكعبة برضو من الرموز لو كان الرأي مريض فمن الرموز اللي بتدل على الشفاء كمان دخول الكعبة المشرفة من الرموز برضو اللي بتدل على خير وعلى سعادة وعلى فرحة قادمة للرأي كمان لو كان هو بيسعى لعمل فمن الرموز برضو اللي بتدل على حصوله وعلى عمل كمان من الرموز اللي بتدل على حصوله على أموال وعلى أرزاء كمان رؤية كسوة الكعبة أو لمس كسوة الكعبة برضو من الرموز اللي بتدل على استجابة دعوة وتحقيق أمنية ده كده باختصار أهم أربع رموز لو شفناهم في المنام نعرف إن شاء الله في تحقيق أمنية سواء كانت أمنية صعبة أو كانت أمنية هتتحقق بعد تعب أو بعد مشاقة بتمنى إن يكون الفيديو عجبكم لو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وأنا إن شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا ونشوفكم إن شاء الله في فيديو دي مع السلامة